انا باسم الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لرياضة المعاقين سعادة أسعيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة لافتتاح مهرجان جائزة خالد بن حمد للمسرح الشبابي للأندية الوطنية والمراكز الشبابية والمعاقين في نسختي الثالثة التي تقام هذا العام تحت شعار لنغرس بسمة بهذه المناسبة أكد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة أن المسرح الشبابي من أهم الفنون المؤثرة في المجتمع مضيفا أن فكرته جاءت لدعم ورعاية الطاقات وسقل المواهب الشابة بالخبرات وذلك من خلال الاحتكاك مع مجموعة من الفنانين المتميزين لتحقيق الفائدة الثقافية التي تعود بالإيجاب على الحركة المسرحية في البحرين كما أكد سمو أن استمرار مهرجان جائزة خالد بن حمد للمسرح الشبابي يحمل في طياته تأكيد على الثقة في قدرات الشباب البحريني بمشاركات مسرحية متميزة معربا سموه على اعتزازه وفخره الكبيرين بمشاركة أخوانه من المعاقين في هذه النسخة وأشار سمو إلى أن من بين الأهداف النبيلة للجائزة غرس البسمة عند الجميع وتعميق التواصل الاجتماعي والثقافي بين مرتدي الأنديات الوطنية والمراكز الشبابية بالإضافة إلى فئة أصحاب التحدي المعاقين التي تعتبر جزءا لا يتجزى من المجتمع كما أكد سمو الشخالد بن حمد الخليفة على أهمية دعم المهرجان من خلال توفير جميع الإمكانات اللازمة للشباب المشاركين من أجل إظهار إبداعاتهم وذلك بما يتوافق مع رؤية القيادة في دعم الشباب وتهيئة كل السبل الكفيلة في إبراز قدراتهم وسقلها وتطويرها بما ينعكس بصورة واضحة على مسيرة العمل والتنمية بالمملكة وخط النهضة الشامل المنهج من قبل أو المنتهج من قبل عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعا وأشاد سمو بالجهود المقدمة من اللجنة العليا للمنظمة من أجل الوصول بالجائزة إلى أفضل صورة بما يليق بمكانة مملكة البحرين من جانبي أكد سعدة وزير شؤون الشباب والرياضة أن استمرارية فعالية المهرجان هو نتاج واضح لدعم سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة وحرس سموه على تهيئة الأجواء المثالية للشباب البحريني على نفسه عهد أن يغرس البسمات في كل بستان فحمل في كفه اليمنى بذور الشباب بميولهم وطاقاتهم وسقاها بكفه الأخرى من ماء الدعم والرعاية سمو الشيخ خالد بن حمد وضمن مبادراته الإنسانية والثقافية أزدل الستار عن جائزته الخاصة بالفن المسرحي التي أطلقت العنان للعديد من الأندية الوطنية والمراكز الشبابية والمعاكم هذه المبادرة بكل صراحة ليست بغريبة على سموه يعني هو سباق لمبادرات كثيرة كثيرة منها ليست فقط في الرياضة والشباب ولكن في أمور أخرى وإذا ركزنا على هذه الجائزة المسرح هذه تعتبر صناعة صناعة فن بكل صراحة لأن هناك يعني الشباب بإمكانهم أن يستخدمون صناعة الفن في أمور اقتصادية أيضا يعني المبادرة هذه بالأخص توفر الأعمال توفر الفرص الأعمال الكثيرة للشباب مملكة البحرين حدث فني تتألق بين زواياه مواهب شتى تنسل من مبدع مملكة البحرين يمثلون أكثر من 750 شابا وشابة مبادرة سمو الشيخ خالب بن حمد للمسرح مبادرة جدا مهمة للحركة المسرحية في البحرين وهذه يعني لأنني أنا من مسرح أول أتلمس الفرح في عيون فنانين المتواجدين أن بالفعل سموه يحتوي الشباب يحتوي الفنانين وأتمنى التوفيق لجميع الفرق في المهرجان المهرجان في حد ذاته مهرجان سمو الشيخ خالب هو ليست فرصة فقط لتقديم العروض المسرحية خلال هذا الموسم ومن ثم ينتهي الحفل لا إنما هو فرصة أيضا لبحث الشباب عن مناخات أخرى للعمل في المسرح يعني من خلال هذا المهرجان هناك بلا شك منتجين مسرحيين ممكن أن يتبنون بعض الطاقات الشبابية والسنة الثالثة على التوالي لا زالت هذه الجائزة تراهن النجوم فيبزغ من خلالها في كل عام عدد من المسرحيين اللامعين بل وإن منهم من شارك في افتتاح هذا المهرجان وقدم الفقرات الفنية والغنائية وحتى الإنسانية التي رسمت لوحة مخضبة برحيل القامة الخليجية الفنان عبدالحسين عبدالرضاه المفاجأة الجميلة صجنها حزينة بس إحنا دائما كلمتنا واحدة إن عبدالحسين عبدالرضاه حزنا كانت فرح دائما حتى ذكرى دائما نفرح وأشكر الشيخ خالد بن حمد على البادرة وإنه اهتم بفئات أهم شيء الإعاقة والشباب اللي تسليط الضوء عليهم يعني هذي بادرة وايد زينا وشون نبحث إن الشباب شون نخليهم يبتسمون الفئة المعاقين شون نعطيهم السبل للتسهيل اللي نضع البسمة على وجوههم من سمعت إنه في ورشة فن مسرح لجمعان رواعي بطل مسلسل سعدون وهذا فأنا افتخرت وفأني اتحمست واجد وسجلت هذا حكى عشان اتدرب مسرح لأصير ممثل إن شاء الله يا رب مشوار ينتظر 12 مسرحية تأهلت لهذه الجائزة رغبات وأمنيات تعلق آمالها على خشبات هذا المسرح نجوم متلألئة تترقب فرصتها لتنثر بريقها جائزة أهدت الحروف نقاطها حتى تحصد جملا فنية تزهو في سماء المملكة لتلفزيون البحرين صالح يوسف